موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في الثاني حلقة من برنامج تحدي الأباء ألعاب ومسابقات يديدة بس في ياس ووتر وورد أمس فازو يانا فريق الأباء تتوقعون اليوم من الفريق اللي راح يفوز معنا ولكن قبل كل شي خلونا نتعرف على المتسابقين نعم أول لعبة من برنامج تحدي الأباء راح تكون لعبة تجميع الكور الملونة راح يكون عندنا حوض كبير من الماي ركزوا معاي فيه بوالين ملونة وايد راح أشوف من الفريق فيكم اللي يقدر يدش لين داخل ويجمع أكبر عدد من الكور ولكن سمعوا مسموح لكل واحد فيكم يجمع بس ثلاث كور وهو طالع ويرجع يدخل مرة ثانية مستعدين؟ مستعدين يالله 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 هنتمون للجمع يالله 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 هنتمون للجمع ايوه ايوه الصلاحة الفريقين رايد متحمسين يعني شو تقولون من اللي راح يفوز مشاهدينا خلكم ويانا وراح نشوف من اللي راح يفوز ونبدأ الحين مع فريق الأباء مستعدين؟ اشتعجين يالله 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 نحنا سمع أنتم سمعت؟ ايا يعني انت بتعرف تسمح؟ اعرف تسمح بتأكد؟ ايا مادري انا ليش هحسك انكم مو راح تفوز ومادري ليع انفوز اسمعوني الحماس مالكم? وين الحماس مالكم؟ KO nasty emergency ما ان شاء الله طاعوا طاعوا وين المسلم النمando أعزائي المشاهدين، ماذا ما قاعدين تشوفون الآن، طريق الأباء دخل ما شاء الله وبقوة إلى حوض الماء المليان بالكور الملونة الآن مسموح في هذه اللعبة لكل واحد وهو طالح يشيل مع ثلاثة كور بس عشان يرجع مرة ثانية ويبتوا في أقل مدة ممكنة طبعاً إحنا قاعدين نتابع مع الثاني مرة هل تفوزون أم لا؟ سمعوني حماس على فكرة أنا الصراحة بيني وبينكم أنا معاكم أنتو اليوم أنا معاكم أنتو وأتمنى تبيضون ويهي ليش؟ تعرفون لي؟ أغش لا ما عندنا إحنا ما بنغش أنا أهم شي عندي لأنه أنتو من شاء الله صغار وأبا شوف حماسكم أقوى وأكبر عشان تشيري أنا قاعد أحمسكم الحين عشان تشيري أنتو الفائزين ولا لا؟ عشان يلا يلا أعتقد أن الوقت قرب باقي تقريباً كم من دقيقة يلا شو تقولون بيفوزون ولا لا؟ لا أبداً 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 أ يلا بسرعة بسرعة يلا فريق الأباء يلا يلا وين حماسكم مش هتقول شو تقولون انتو شو تقولون مش هتقول مرحب المارح سمعتو شو يقولون يلا بسرعة الأبة الأباء بوو الأبة الأباء أنا الانحين قاعدة أشوف في أباء قاعدين آخر شاى مادرش قاعد يسووني يمعون يصيدون السمع زين يالله يالله فريق الأباء يلا حماس حماس الحين يعادين يتمشون شوي شوي لان تعبوا قبل شوي كانوا يركضون شفوا على فكرة المفروض في البداية ما تشدون لarrassمواهم أنا تشوفهم في البداية كانوا يشدون وكانوا يركضون خفوا في البداية بس شدوا في الآخير عشان ما تتعبون زين أنا تشوف فريق الأباء قاعدين يسولفون في بعضهم شاي لثلاث كور في بعضهم قاعد يرمي الكور في الماء يلا وينكم؟ يلا الوقت قرر بيخلص فريق الأباء أنا أحس به مسكين تعب شوية لأنه لا 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 بعدكم شوية أحس أنه تعبوا لأنه في الأول بدوها ركض كان المفروض في البداية يخفون عموما الشمس حار على فكرها بس يحظكم داخل الماء أنا أشوف أن الوقت قرب يخلص باقي كم من ثانية يلا يلا فريق الأباء يلا ما باقي شيء قرب الوقت قرب الوقت يلا خلص الوقت خلص شو تقولون شو تقولون فازوا ولا ما فازوا فازوا ولا ما فازوا والحين يوقت احتساب النقاط وتفضلوا فريق الأباء يلا لا حظة أنا بحسب يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد وسبعين اتنين وسبعين سلابة وسبعين اربعة وسبعين خمسة وسبعين ستة الله 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 وسبعين الله 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 عموما قد لك صراحة ما شاء الله عليكم جمعتوا عدد كبير اتمنى اتمنى انتوا تكونوا الفايزين مع اني انا اليوم قلت لهم انا مع طريق الاولاد لونونون ليش زيد العدل العدل هو لا لا هو عزو اللعبة لحزا لحزا هو العدل موجود ولكن انا شفتهم اليوم صغار كسروا خاطئ الله 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 عموذ ان شاء الله الحماس بعد موجود والحين يدور فريق لبناء مستعدين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة يعني ما تخافون الحين على عيالكم دشين في الماء؟ اعلمت؟ اعلمت؟ انا واد ومستنسة لانه ليس جدا احس ابدا انه في اب وولده احس انه في متبارئين متسابقين ما يعرفون بعضهم اطلا قاعد اقول لي ما اخفت على ولدك انه راح يدش في الماء يقول لي لا علمت ركوب الخيل والسباحات أمام ما شاء الله يا ابني خاف على نفسك لا 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 خلاص بدل حنان يشتغل أنا أول أب قاعد أشوفه الحين قاعد يحمس ولده عموما ما شاء الله قاعد أشوف الأبناء وايد متحمسين وايد متحمسين ما شاء الله عليهم طبعا الموج الموج قاعد يتحرك يا رب إن شاء الله ما يصير مثل المرة اللي فاتت الحلقة اللي ضافت موسيقى موسيقى عَطني 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 ぶmor أو من الموى يلا الشباب شدوا حيلكم يلا 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 واحد من الأباء يقول حق ولدة حراويك في البيت حرام عليكم الزين ايوه 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 رابع شو ما شاء الله رابع واحد يلا يلا بسرعة بسرعة لا لا بيهم بيهم ان شاء الله بيهم بيهم احسن احسن افغاني لا والله حرام عليكم يقولون اذا فازوا ما راح ندخلهم البيت طيب اذا ما دخلتم انتم منهم مدارس لا ارجوكم انا قاعدة اشوف واحد من فريق الابناء طالع هو هون تعبان وحليلة تعبان تعبان يلا حبيبي شد حيلك يلا يلا افغاني برابع افغاني استراحة انا احسدهم على دخلة الماء لان درجة الحرارة وايد مرتفعة يلا يلا ما شاء الله عليهم شادين حيلهم بس اعتقد ان الوقت والله كل شي جايز في اخر لحظة احنا الحين قاعدين قول ما يقدرون بس يمكن في اخر لحظة ما تعرف لا 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 بعد واحد قاعدة اتشوفه انا يرمي الكور قاعد يلخص الوقت مو مش مشكلة لا 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 مش خيانة هاي هاي يسمونه نوع من الذكاء ما شاء الله مزاد يلا شباب يلا 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 الوقت جرب يلا الوقت جرب يلا الوقت جرب اسرع شوي اسرع اسرع انا اللي قاعدة اتشوف انه مو بسالفة قوة او سالفة عمر بس الموج الاصطناعي اللي موجود في الحواف يكسل الواحد يعني ستصير الحركة ابطأ شوي لا 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 الوقت ما خلص لا 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 الوقت ما خلص لا 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 بعده باقي شوي باقي شوي انا اللي قاعدة اتشوف الكور قاعدة تتطاير وانه لا ما شاء الله عليهم اذكية اذكية يلا شدوا حلكم يلا يلا موسيقى 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 الاباء وايد متحمسين والاباء يبون يفوزون بس الصراحة انا كاثري خاطري الاولاد لان اصغر واضعف واحس ان الود ودي لو يفوزون يعني راح افرح اكتر واكتر الحلقة اللي طافت فازوا الاباء اتمنى ان شاء الله يفوزون الاولاد طيب الفريق الاولاد قاعد يمشي شوي شوي مساكين تعبانين لا لا بسم الله عليهم ما في غرق ان شاء الله عموما في عندنا سيكوريتي في عندنا في عندنا ناس متخصصين في السباحة لو شافوا ايشي ايوا 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 بسرعة 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 يلا اوه شفتوا شفتوا الروح الرياضية طريق الاباء قاعد يشجع طريق الابناء ما شاء الله عليكم ايوا 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 يلا يلا الوقت في خلص الحين بسرعة 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 بغني يلا طريق الاولاد بعد البطء يلا 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 اربعة ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين واحد واحد صفر الوقت خلص تتنازل عن نصيبك اكيد نصيبك 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 على فكرة أنا أنا اللي قاعدة تشوف ان فازوا او ما فازوا انتوا عن طريق البرنامج قاعدين تقوّون العزيمة في عيالكم يعني الحمد الله امين لو فازوا ستكون مقصن بي لا 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 بالعاكس امه في البيت ستنفاذ عليك الولد فاز عليك الولد فاز عليك الولد ورجاء فريق الابناء والحين خلونا نحسب النقاط ونشوف من الفريق اللي راح يفوز فضلوا عشو 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 مثل ما تشوفون تعاليني تعاليني مثل ما تشوفون الأباء روحهم رياضية حلوة قاعدين يشجعون أبناءهم يلا تعاليني تعالوا هني هالصوف تعال انت من هنا يلا واحد اثنين سمعوا عاوزيني شوف يلا شوف اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسين واحدة اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين اربعة وخمسين خمسة وخمسين ستة وخمسين السبعة وخمسين شوف خمسين ما علي ما علي أنا صراحة كنت مع فريق الأبناء لأنه شفّتهم مساكن صغار متحمسين هاي المرحلة كان فيها حماس عالي وايد بين الأباء والأبناء وكل فريق كان يحاول يهزم الفريق الثاني والسرعة كانت مفتاح الفوز افتجميع أكبر عدد من الكور الملونة وطبعاً كل فريق كان رافض إنه يستسلم بس الروح المنافسة كانت وايد حلوة وقوية الفريق اللي فاز هو فريق الأباء فار بلاك فريق الأبناء عموماً عندكم فرصتين أو لعبتين نزين تقدرون تعوضون فيها وتكسبون مستعدين؟ مستعدين ولكن بعد الفاصل الحماس والتحدي بعدها مستمر والحين وصلنا للعبة الثانية من برنامج تحدي الأباء واللي هي اللعبة التجميع كور السلج كل فريق منكم راح يروح من هالمكان لين المكان الثاني ويحاول قدمه فيه جمع أكبر عدد من كور السلج وفي الأخير راح نحسب النقاط ونشوف منه الفريق اللي راح يفوز والحين راح نبدأ مع فريق الأبناء فضلوا أ شاء الله بدوا بدوا بدأ فريق الأبناء شو رايكم فيهم ها؟ متحمسين لا ! ما شأن الله عليهم كانوا بفيضة إنتم희 نشو شليتوا لم توقيت احسانين أول فريق من الأبناء يلا 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 أنا على فكرة أنا أحس أن هاي اللعبة الفريق الأبناء راح يغلبكم أيوا ما شاء الله ثاني فريق الأبناء أيوا 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 على فكرة السلج بارد وهما وايض مستغسين عليه أيوا ما شاء الله أيوا أيوا أنا قاعدة أشوف الآن أن الأبناء عندما شافوا أن عيالهم راح يربحون قاعدين يمدحون فيهم أيوا 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 حقben ما شاء الله ما شاء الله أيوا أيوا ايوا يلا بسرعة 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 يلا ما شاء الله عليهم متحمسين؟ متحمسين؟ ايوه 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 يلا بسرعة بسرعة الوقت الوقت قاعد يمر الوقت مثل السيف ان لم تقطعه خطعك خطعك هتقطعوه ايوه 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 ما شاء الله عليكم رجعوا شوية بعد شوية يلا شباب يلا يلا ايوه يا ايوه انا حاسة ان فريق الاولاد هو اللي رح يفوز الحين فريق الابناء اهه شو تشوفونا احين غلبوكم ولا لا ايوه ايوه ما شاء الله عليهم شبت الوقت شبت الوقت قاعد يطوف يلا درجة الحرارة وايد مرتفعة وما شاء الله الأولاد مستنسين على السلج اللي قاعدين يشلونه يليت نقيت مكانهم أيوه 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 ما شاء الله عليكم هذا ولدك ولا؟ لا ما شاء الله عليهم أوه طه 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 أوه مع الأسف حرم عليكم عندنا إصابة بسيطة واحد من فريق الأبناء طاح مسكين على ريوله بس على فكرة لا 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 مع أن الولد طاح بعد قاعد يلم السلج ويايب ما شاء الله عليه ما شاء الله أيوه أيوه يلا الوقت قاعد يمر الوقت قاعد يمر الوقت قاعد يمر وين حماسكم وين تشجيعكم وين تحطمته تحطمته؟ خلاص؟ أيوه 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 قاعد يقول له خلي شوية حق العصير حلو يلا 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 ما شاء الله عليه وحليلة أنا أحس لي تعبان يعني شوية ما يبردنا يلا يلا خلونا نحسب مع بعض ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد سفر بس 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 يلا لا 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 يلا يلا شوف كيف كانت اللعبة؟ حلوة 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 وايد؟ نحن نفوت وقعد وقعد؟ أنا شفتك طحت الصراحة بس شو عيبكم السلج؟ كان بارد؟ بس ليشوا ما يبتوني معاكم شوية؟ والحين فريق الأبنى راح يجيبون الصندوق الأسود ونشوف كم كمية كوريات السلج اللي قدروا يجمعونها تعالوا شو أوكي ولا موكي؟ تحثون أنه أنتوا فايزين؟ فايزين خلينا نشوف خلينا نشوف شوية أنا أشوفها متروس ما شاء الله يعني شو؟ خلصناها خلصتوا كل الكوريات؟ نعم زي قبل شوي من وطاح فيكم؟ أنا ليش؟ كنت تركو أه؟ أرقو كنت تركو وزلقت بالسلج؟ نعم طيب إحنا الحين شفنا ما شاء الله الكمية خلاص تقدرون تراجعونا هناك هزين؟ وراح نرجع الحين الفريق الأبا مستعدين؟ مستعدين؟ مستعدين ويلا خلونا نبدأ مع فريق الأبا فضلوا بيفوزوا ولا لا؟ لا أبداً 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 ليش نزين؟ كيف؟ لان شوفوا ما شاء الله عليهم متحمسين نعم جمعتنتوا أكثر منهم؟ هل كنتوا تحطوهم في ثيابكم؟ نعم زي هما بعض؟ ما شاء الله فريق الأبا وايد متحمس لأننا شافوا فريق الأبناء يابوا كمية كبيرة من السلج شو تقولون؟ ما في يخترون؟ يخترون؟ ايه أول أول حركة ستوت إنه فريق الأبا يتعبان من فوق بس مع الأسف أول ما وصل عند الصندوق طاح السلج كله شو؟ شفتو طاح السلج ايه ايه يسمع صلى هذا الأبناء نحمل السلج كثير نحمل السلج كثير؟ يلا ما علي عموماً فريق الأبا ما شاء الله عليهم وايد متغيضين من عيالهم أين لا ايوا الوقت قادي مر الوقت قادي مر ما شاء الله عليهم لنا الحين يمعين كمية كبيرة شكلهم لا 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 انا احس ان الاباء راح يغلبونكم ما شاء الله ما شاء الله يعني الفنايل شلت سلج كمية كبيرة ايوه 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 مثل ما تشوفون طريق الابناء طريق الابناء ما الضايق لانه قاعد يشوف انه اباءهم قاعدين يجيبون كميات كبيرة من السلج ايوه 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 Hang الحين راح نشوف كمية السلف في الصندوق الثاني فريق الأطفال أو فريق الأبناء وايد متحمس ومقهور يلا نشوف قرب يلا خلونا نشوف لعبوا شوي خليني أحسب الصراحة أنا ما قدر أحسب لأن الصندوق تفل راح أعلن النتيجة في هاي اللعبة المتسابقين كانوا وايد محتاجين للدقة وسرعة البديهة عشان يفوزون على الفريق الثاني وأكيد كل فريق كان يراهن على الفوز في حلقة اليوم من تحدي الآباء كالعادة اللعبة ما خلت من المواقف اللي ضحك خاصة لما كانوا يشلون الثلج بإيدهم ويحاولون يجمعون أكبر كمية كوريات الثلج ركزوا معي الفريق الفايد بأكبر كمية كوريات الثلج هو كوريات الثلج هو فريق الأباء أنا كنت حابة أن فريق الأبناء ليفوز ولكن مع الأسف ما حالفهم الحظ عندكم بعد فرصة أخيرة تقدرون تحاولون حسنا؟ يا شبا يا الله أحمد من تنافسي من بابا يا حبيبي من بوق وهناك صدقات من فريق الأباء توزع إلى فريق الأبناء يلا سمعونا حماس كبير سمعونا ألف مبروك لفريق الأباء لنا الحين عندنا اثنين في واحد وتابعونا بعد الفاصل عشان نشوف اللعبة السالسة ورجعنا لكم من يديد مشاهدينا في برنامجكم تحدي الأباء وصلنا للمرحلة الثالثة والأخيرة والحاسمة ولعبة الحفاظ على اللولو الثمين المتسابق سيكون عند الصحن فيها عشر حبات من اللولو الثمين ويدخل في الكرة الدائرة التي تتحرك ولازم يحافظ على توزنه وما يطيح ولا حبة من اللولو فهمتوا؟ حسناً طيب كل المتسابق ستكون مدة دقيقة واحدة والدقيقة ستبدأ من أول ما يوصل المتسابق عند الدائرة المتحركة وفي الأخير سنشوف من الفريق الذي سيجمع أكبر عدد من اللولو أو يحافظ على أكبر كمية من اللولو الثمين مستعدين؟ مستعدين؟ مستعدين طيب، ونبدأ الحين بفريق الأباء فضل والحين راح يبدأ أول متسابق من فريق الأباء فضل مثل ما تشوفون اللعبة وايد رائعة شو تقولون أنتوا بيفوز ولا ما بيفوز؟ يبقو كل المتسابق أو كل اللاعب عنده مدة دقيقة واحدة داخل الكرة هاي الذين بس من أولا شكل الصحن طاح مول اللولو يلا يلا شجعوا 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 يلا الدقيقة قربة تخلص الدقيقة لا 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 على فكرة في ما يدخل الكرة عشان تشيل الشخص لازم ينزلك اعتقد ان الدقيقة خلصت ولازم يطلع شجعوا 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 دعونا نشوف كم حبة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية والله تمام تسعة عشرة يعني يقدر يحافظ على عشر حبات من اللولو شو رايكم؟ تمام صح ولا لا؟ يلا بتسول مثله؟ والروح مع المتصابق الثاني من فريق الأباء وتفضل وتبدأ اللعبات يلا ايوان لا من بداية الكل قاعد يطيح ويزلك على فكرة بس اهم شيء انه يحافظ على اللولو الثمين اللي في الصحن يلا يلا المدة قربة تخلص قربة تتخلص لا 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 شكله اللولو طاح كله والدقيقة قربة تتخلص يلا لا 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 شو تتوقعون؟ شو تتوقعون؟ شو تتوقعون؟ أنا أتمنى يطلع بالسلامة يقول أنه يتمنى يطلع بالسلامة والدقيقة خلصت عاش أبو أحمد عاش أبو أحمد وتفضل يا أبو أحمد خلنا نشوف كم عدد اللولو الثمين اللي يقدر يحافظ عليه أبو أحمد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمونية تسع حبات لولو قبل شوي فريق الأبو ياب عشر حبات لولو والحين تسع حبات لولو شباب أنا خايفة عليكم وتفوزونا يلا تفضل والحين اللي بعده وتبدأ اللعبة مع ثالث متحدي من فريق الأبو أقل أيوا 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 اللين الحين ما زليك ولا طاح اللين الحين أوه ما شاء الله اللياقة عالية جدا جدا عالية اللياقة ماشاء الله أيوا 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 شفتوا شفتوا كي قا يتوي مدة اللعبات دقيقة وحدة واعتقد شكلكم عطيتوا بعين والدقيقة خلصات أولوما على فكرة اللعبة ترى وايد صعبة لا تتحرونها سهلة أنا واحدة أخاف منها لأن الإنسان بيكون داخلي يلف وينزلك بس خلاص الأباء بعدهم يبون يتحدون يلا وصل تقريبا المتسابق تشجيع تشجيع كبير من فريق الأباء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حبات ما شاء الله عليكم يلا المتسابق اللي بعده سمعتوا أول شي كان عشرة بعدين تسعة والحين عشر حبات يلا تفضل المتسابق الرابع من فريق تحدي الأباء شوفوا ما شاء الله عليه وتبدأ اللعبة طبعا لازم نحسب الوقت ما شاء الله عليه شاطر ما شاء الله عليه أيوة وطاح أبو سالم الطيحة لا محالة منها لأن في ماي قاعد يزلقهم أيوة يا أبو سالم أيوة يا أبو سالم شجعو شجعو جلو الدقيقة قريبة تخلص أبو سالم أبو سالم قاعد يصارخ داخل وخلصت أبو سالم مثل ما قالوك كان داخل الخلاطة وينفرن يلا يا أبو سالم أنا أتوقع أبو سالم ما راح يجيبنا ولا حبت لولو أيوة عاش أبو سالم عاش ما شاء الله طالعوا واحد اثنين شفيك يا أبو سالم متكهرب انت متكهرب ولا سلحت الخلاطة وخلطت شوية طماطس على اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حبات يلا تستاهلون فريق الأباء تستاهلون يلا تفضل ويدخل آخر متسابق من فريق الأباء أنا الصراحة لنا الحين أشوف النتائج مبهرة فريق الأباء على اللفات والطيحات والدوخات قدر يحافظ على اللولو السمين يلا وتبدأ اللعبة يلا كالعادة في البداية اللياقة رياضية ولكن بعد شوي انزلاق أيوة 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 ما شاء الله ما شاء الله لنحين نحافظ على اللياقة أيوة وهناك انزلاق صار انزلاق كبير ولكن عادي أهم شيء أن يحافظ على اللولو في الأخير مدت اللعبة دقيقة وحدة أعتقد أن الوقت قرب يخلص قرب يخلص وخلص الوقت يلا حيو 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 يلا تشجع تشجع يلا بنشوف الحين كم عدد اللولو اللي قدر يحافظ عليه أشوف أيوة 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله في البداية كان 9 حبات لولو المرة الثانية 10 المرة الثالثة 10 المرة الرابعة كم كانت 10 والمرة الخامسة 6 حبات لولو طيب فريق الأباء قدر يمع 43 حبة لولو هالحين متن ما تشوفون ما شاء الله متحمسين الحين راح نبدأ مع فريق الأبناء ومع أول متسابق وتفضل أيوة يا عبود أيوة شجعوا شجعوا يلا ما شاء الله اللياقة دائما في البداية ممتازة جدا أيوة يا عبدالله أيوة ما شاء الله عليك يا عبدالله ولكن بعد ثانيتين لازم حد بيطيح وبينزلك في الماء مزين أيوة شجعوا شجعوا عبدالله يلا يا عبدالله الدقيقة قربها تتخلص لازم يحافظ على أكبر كمية من اللولو وخلصت الدقيقة فريق الأبناء وايد متحمس وعندهم أمل كبير أن في هذه الجولة هم اللي راح يفزون أيوة يا عبدالله شجعوا شجعوا عبدالله عبدالله تعال عبدالله هني تعال أول متسابق من فريق الأبناء حصل على واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حاج عبدالله حاج حلو يلا فضل تسعة حبات لولو عبدالله قدر يحافظ عليهم طيب ثاني متسابق من فريق الأبناء وتبدأ اللعبة يلا شجعوا 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 قصي 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 مع الأسف قصي ما كانت عنده لياقة ولكن انزلاق من أول لخطة عموما الانزلاق مش مهم أهم شيء أنه يحافظ على أكبر كمية من اللولو الزمين يلا شجعوا شجعوا دقيقة بتخلص الحين قصي 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 وخلصت الدقيقة يلا نشوف قصي كم ياب لنا كم حبة لولو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حظبات يلا يا قصي تفضل هذا لولو مالك والحين نشوف المتسابق الياي وتبدأ اللعبة أيوا يا عبود أيوا شو تقولون بيطيح ولا ما بيطيح 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 اللياقة موجودة والحيوية موجودة والحماس موجود وطبعا الانزلاق في الأخير لازم ولا بد من أيوا يا عبود الله شكله قاعد يلفل حينه متطانس بالماء اللي داخل شجعوا يلا شجعوا عبدالله عبدالله أد دقيقة قربا تتخلص يلا يا عبدالله شدحيلك يلا عبدالله لا 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 انزلق عبدالله أد دقيقة خلصت وانتوا بفريق الأبناء الثالث لاعب واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حفاظ لربالكم لربالكم أنا أحس أن هم اللي بيتلزون عليكم يلا افضل أيوا لا 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 تنصحوا خلك بعيد عنه يلا وتبدأ اللعبة شجعوا شجعوا يلا أنتوا فايزين يلا شجعوا اللياقة ممتازة وعالية جدا الحماس ولكن الصيحة لا بد منها أيوا شو اسمه آلام يلا شجعوا آلام آلام أيوا آلام المدة دقيقة طبعاً وقربت تخلص طريق الأبناء لينا نحين ما شاء الله يايب أول شي تسعة بعدين عشرة وبعدين عشرة وظاهر هالمرة بعد يبيضون الويل خلصت اللعبة شو تحس بنفسك دايخ ولا كم هذي لا اثنين اثنين الحمد لله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة ما شاء الله عليكم يلا خلص صراحة صراحة أولادكم متفوقين عليكم في هاي اللعبة يلا يلا آخر متسابق من فريق الأبناء وبنشوف هل بيفوزون على فريق لبا ولا لا وشو رايكم الحين تبدأ اللعبة شجعوا يلا شجعوا شجعوا أحمد أحمد هو أحمد 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 اللياقة مطلوبة في البداية ولكن الانزلاق مطلوب بعد النهاية نزين أحمد قاعدها الحين ينزلق في الماء ولكن أهم شي عنا أنه يحافظ على أكبر كمية من اللولو السمين شو تقولون؟ كان بيحصل عشرة عشرة هكيد أنت أخر واحد لازم محفظة عشرة يلا قربان تخلص الدقيقة شجعوا شجعوا قربان تخلص أحمد 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 يلا يا أحمد والحين تخلصت الدقيقة طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 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 ثمانية تسعة عشرة اللعبة في هاي المرحلة كانت وايد مسلية وفيها مرح غير طبيعي بين الأبناء والأباء حماسهم كان وايد عالي وصارت مواقف وايد الضحك للفريقين اللي كانوا مصرين كل الإصرار على الفوز في هاي المرحلة من التحدي اللي كان فيها انزلاقات الضحك وايد واللي طبعا زادت من روح المرح والتسلية والتشيئ النتيجة النهائية نقول أعلن أعلن منه اللي فاز الفريق اللي فاز من المتسابقين عندنا فريق الأبناء وفريق الأباء شو تقولون انتوا اللي فيزي ولا لا وانتوا شو تقولون متنازلين وفاز فريق الأبناء الفريق اللي فاز معنا في هاي الحلقة من برنامج تحدي الأباء هو الأبناء هو الأباء شو تقولون انتوا مع الأسف لا تزعلون فريق الأبناء الفائز هو فريق الأباء حلقتنا اليوم خلصت من برنامج تحدي الأباء بعدنا مستمرين في المغامرات والمرح والتحدي ولكن في الحلقة الياية تابعوني شكرا 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 اشتركوا في القناة